نعم وهناك إقراءات فعلية بدأت منذ تصريح رئيس الوزراء نائب رئيس الجمهورية خالد محفوظ بحاح في المؤتمر الصحفي أمس هذه الإقراءات بدأت على الأرض لمصادرة وأيضاً للحد من انتشار كل هذه الجماعات المسلحة أكان هذا في مدينة تعز أو في العاصمة المؤقتة عدن بدأت منذ البارحة حملة أمنية لمصادرة هذا السلاح كما قلنا بأنه أيضاً هناك يبدو إقراءات قوية جداً ستقام في مدينة تعز خلال الفترة القادمة وستتقاوز المقاومة في تعز الأخطاء التي حصلت في كثير من المناطق المحررة والتي اليوم اضطررنا لمزيداً من الإقراءات للحد من انتشارها وقوتها نعم بعد الانتصارات الأخيرة التي أحرزها الجيش الوطني ورجال المقاومة هل أصبح تحرير كامل تراب اليمني مسألة وقت المسألة هي كانت مدروسة منذ البداية طبعاً التحالف العربي والجيش الوطني والمقاومة وقيادة السلطة اليمنية الشرعية لم تترك المسألة لمقرد الإجتهاد أو لمقرد الإفتراضات كانت المسألة منهجية استراتيجية حيث تم وضع نقاط الأساس في المعركة التي تعتمل اليوم في تعز وفي كثير من المحافظات كما هي أيضاً المسألة فيما يتعلق بالعاصمة صنعاء هناك أيضاً تحديد نقاط ارتكاز تحديد ميدان المعركة القادم أنا أعتقد بأن جماعة الحوثي طبعاً المتقير البارز هو جماعة الحوثي والمخلوع صالح الذين باتوا يعيشون انكسارات نفسية كبيرة جداً هذه الانكسارات هي التي تجعلهم يتهاون في الجبهات بمختلف المناطق التي يقيمون فيها وهروب واسع لأفرادهم من جبهات الغتال نعم المحلل السياسي يسامة الشرمي كنت معنا من عدن شكراً جزيلاً لك